اشتركوا في القناة طبعا الأستاذة ولاهي مرشحة على مقعد نقيب عين شمس طبعا نتمنى لها التوفيق ربنا يا وفاك يا فندم موضوع السرقة من المواضيع المهمة جدا وانتشرت في الأوينة الأخيرة خاصة يعني بيحصلت حالات ناشر الكتير لو انت رجب عربية أو أيضا ممكن نفوجة اللي احنا بدخل البيت بلاقي اللي فيها حاجة اتسرقت احنا عايزين نوضح يا فندم الفرق بين السرقة وبين أيضا لو انا لقيت أشياء واقع في الأرض تليفون أو لقيت أي شيء واقع في الأرض واخترسته واخترته معي وما بلغتش عنه هل ده يعتبر من قبيل السرقة ولا لا طب بداية ايه المقصود بالسرقة؟ نسأل خير يا دكتور وبتشرف بكل المشاهدين أول حاجة نعرف السرقة كده المشارع عندنا قالك هي كل من اختلس مالا منقولا للغير فهو صارق وفق النص المادة 311 من قانون العقوبات ولازم نعرف في الأول أن السرقة هي جريمة عمدية وتقع على الأموال لها أركان شأنها شأن كافة الجرائم في قانون العقوبات وهو الركن المادي والركن المعنوي والركن المادي فيها هو قصد أولا الاستيلاء أو فعل الاستيلاء ثانيا أن يكون مالا وأن يكون منقولا وأن يكون ملكا للغير والقصد الجنائي أخيرا بنية التملك لها قصد جنائي معين لهو نية التبلك الأشياء طبعا يا فندم هي عليها فعلا قصد جنائي خاص طب هنا ممكن نفرق بين السرقة أو بين النصب أو بين السرقة أو بين الاستيلاء في التفريق بين السرقة ممكن نتعرف عليها طبعا السرقة هو أنا بختلس منك المال دون رضاك دون رضا المجني عليه عكس خيانة الأمانة أنا بسلمك المال على سبيل عقد من عقود الأمانة وفقا للقانون للتبديد القانون العقوبات لكن السرقة أنا باخد منك الحاجة وباجري وعكس النصب برضو طبعا النصب أنا بتحايل عليك أو بستولي على هذا المال برضو باستخدام طرق احتيالية تمام طيب هل إيه هي الألقان المتعلقة بجريمة السرقة التي يجب تتوفر فيها؟ زي ما احنا قلنا هو ركن الاستيلاء وركن الاستيلاء هو استيلاء مال الغير على وجه غير المشروع يعني أنا بستولي زي ما قلنا بستولي على هذا المال دون رضا من المجني عليه إما باستلب أو بالاستيلاء طب هل بيختلف السرقة ليها يعني في نحيس العقوبة؟ هل بتختلف لو أنا سرقت في وضع النهار أو في النهار عن السرقة لو كانت بالليل مثلا أو لو أنا كان معايا سلاح أو لو كانت اقترنت السرقة بجريمة مثلا اغتصاب أو جريمة قتل هل بيختلف العقوبة هنا؟ طبعا وبيختلف طبعا لأن جريمة السرقة لم يحدد فيها القانون عقوبة محددة فهناك السرقة البسيطة والسرقة المشددة أو تحت ظرف مشدد وهو عندما تكون وليدة إكراه ويجب أن يتوفر فيها عدة شروط منها أن يكون ليلا الصرقة حدثت ليلا ومنها أن تكون من أكثر من شخصين أو باستخدام سلاح أو في مكان معد الاستكنة أو بالدخول إلى هذا المكان عن طريق الكسر أو التصور والدخول طب يا فندم أنا دلوقتي لو لقيت أشياء وقع في الأرض تمام؟ طب نطلع فاصل ونرجع تاني ورجعنا تاني عزيزي المشاهدين بعد الفاصل وكنا نتكلم عن لو أنا لقيت أشياء يعني موجودة في الأرض لو كانت محفظة مثلا أو كانت تليفون أنا دلوقتي لو أنا احتفظت بهذه الأشياء وما بلغتش عنها هل أنا كده أعتبر صارق في حكم القانون ولا إيه الوضع في الحالة دي يا فندم؟ طبعا بيبقى صارق في حالة إذا كانت هناك نية مبيتة بالتملك وبتبقى حبس مع الشغل لا يقل عن ثنتين أو بغرامة في حالة ثبوت نية التملك لأنه المفروض أنه في خلال ثلاثة أيام أنه يبتدي أنه هو يروح يعمل محضر أو في محضر الشرطة أنه يكتب فيه أو يقول أن أنا عثرت على هذا المال وهذا يعده المال الضائع طب يا فندم فيه جريمة يعني في الأولى الأخيرة بيتمولة بكثرة هي سرقة أو الطير القهربائي واحد بيابني بيت مثلا ووصل القهرباء من مكينة أو من كبيرة عمومية ده بحكم القانون هو بيعتبر صارق وإزاي القانون العقوبات يعني كيف هذه الجريمة وهل حدد لها عقوبة معينة أو لا؟ طبعا هو الحد كان منتصف عام 2015 كنا بنتعامل مع هذه القضايا قضاية سرقة الطيار طبعا المتهم كان لازم يحتر وكان حضوره وجوبي أمام حكمة أول درجة وكان طبعا حتى لو كان تصالح بمبلغ بسيط فطبعا كان لازم التصالح بوجود المتهم بشخصه لكن في منتصف 2015 ابتدى الناس تبص كده دي مش جريمة صارقة لا يتوفر فيها جريمة الصارقة أصبحت يقال عنها من الناحية القانونية الاستيلاء الاستيلاء لطيار القهرابي الاستيلاء والاستيلاء هذا لا يفترض وجود المتهم بشخصه بمجرد توكيل من المحامي المحامي بيحتر ويقدم شهادة التصالح والموضوع بينتهي وده القانون 89 سنة 2015 مدى 71 والتي شرعت فيها المشرع بحبس المتهم من سنة إلى سنتين وغرامة من عشر تلاف ولا تزيد عن مئة ألف جنيه في الوقت يا فندي لو حصلت جريمة واحد عايد مثلا يسرق حاجة وهو بيسرق أتل الشخص لقى صاحب المنزل أو صاحب المكان وأتله أو لقى سيدة موجودة في المكان فاقتصبها هل بيعاقب هنا على جريمة السرقة ولا بيعاقب بالعقوبة الخاصة بجريمة مثلا الاختصاب أو جريمة الأتل طبعا بتبقى العقوبة الأشد هي التي تطبق في هذه الحالة وتعتبر الصريقة في الحالة دي صريقة بالإكراه أو اقترنت بجناية وخرجت من نطاق الجنحة الحبس البسيط دخلت للحبس المشدد والمؤبد في بعض الحالات إذا توفرت الشروط فيها وفقا لنصوص المواد طب يا فندي بيحصل برضو كسرقة بين الأصول والفروع يعني مثلا الابن بيقول للوالد هو اللي سرقه أو العكس الاب بيقول اللي ابنه سرق منه بعض الأشياء هل في الوضع ده لازم الاب هو اللي يروح يعمل محضر أو في الشكوى اللي تقدم عن طريق الاب ولا ممكن أي شخص آخر بيعلم بوجود السرقة دي يروح يقدم البراغ دي فندي منصوص عليها في المادة 312 من قانون العقوبات اللي هو لا يجوز المحاكمة أو الأصول والفروع الابن إنعلى وإن نزل بمعنى يعني إنه هو هنا لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة زوج أو زوجته أو زوجة أو أخا أو ابن لازم الزوج نفسه هو اللي يروح يقدم الشكوى لازم الشكوى دي بتخرج من نطاق النيابة العامة لإن نيابة العامة هي المخول إليها طبعا توقيع أقصى العقوبة أو توجيه الاتهام في كافة الجرائم لكن الحالة الوحيدة اللي بيتم فيها التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوة هي الحالة دي وفق النص المادة 312 من قانون العقوبات حفاظا على الأسرة وعلى المجتمع وعلى روابط الأسرين طب يتنب إياه بتختلف العقوبة بين الأشياء بالنسبة للأشياء المسروقة دي لو كان مثلا دهب أو فلوس عن الأشياء مثلا لو كانت مصروقة لو كان محضر شرطة أو كان أي شيء موجود طبع موظف يعني خاصة مثلا بدفاتر خاصة بحاجة متعلقة بالشغل بتاعه هل العقوبة هنا بتختلف أو لا العقوبة بتختلف من ناحية إذا كان مثلا الأموال دي تخص الدولة تخص الجيش العقوبة بتبقى فيها سجن قد تصل أحيانا إلى السجن المؤبد طبعا فيه فرق ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت من نسبة للمدد فيه المدد العقوبات في الحبس طبعا يا فنم إزاي أنا بعمل محضر سليم في الإسم والله زي ما قلنا قبل كده يا فندم هو يفضل عند تحرير أي محضر أن يكون محامي المجني عليه متواجد معاه حتى يسطر في الأوراق ما يفيد موكله أو يضيف الدعوة كويس أو يضيف الاتهام أو يعرف أن هو يوصل يمشي إزاي من ناحية القانونية والمفهود أنا بعمل المحضر إيه الإجراءات اللي بتتم المفهود بعد ما بعمل المحضر هل بينزل معي حملة بتعيني المكان واللي سرق يعني الأشياء المسروكة فيه ولا يعني سير المحضر بيسير إزاي لغاية ما يوصل للنيابة وبعد كده بينزل للمحكمة محضر السرقة في الغالب بتطلع بتتعامل في المباحث ماشي بيتم تحرير المحضر وبيقض معاك الضابط المباحث طبعا بيحكي له الموضوع وطبعا إحنا المباحث يعني بتاعتنا في القصة السرقة صراحة بيبقى ليها جدية كثيرة في التعامل على طول بسرعة بيبتدي الضابط المباحث إن هو ممكن يطلع فعلا بحملة وممكن يطلع لو الموضوع طبعا يعني كبير أو المتهم لسه موجود في مكان معين قبل أن يفر هاربا فطبعا بيروحه وبيتم القبض عليه علشان ياخد منه يكون معاه الأشياء المسروقة طبعا عشان بعد كده إحنا ممكن ندخل في جريمة إخفاء أشياء مسروقة فدي بتبقى جريمة أخرى كم طبعا لما بتروح النيابة المفروض النيابة برضو كي بتقوم بالتحقيق طبعا بيتم التحقيق بيبقى فيه شهود برضوك لزيادة إثبات الحالة مثلا طبعا بيبقى فيه ممكن المجني عليه إن هو يجيب اتنين شهود ويطلع بينهم على نيابة يقدم طلب بإضافة أقوال وسماع شهود وبيجيب معا اتنين شهود في الاستيفة النيابة يبتدي إنهم يدلوا بشهاداتهم أمام أمين الشرطة في الاستيفة وتضاف طبعا لمحضر الواقع هو التب الشرعي ليه دور برضوك في رفع البصامات أو الكلام ده وأثناء المعينة ولا ملهوش دور في موجود بيبقى ليه طبعا إذا اقترنت خاصة بجريمة قتل دي طبعا ظرف عشدد قد يصل زي ما احنا قولنا إلى الإعدام أو الأشغال المؤبدة على حسب الواقع طبعا فطبعا لازم التب الشرعي ليه طبعا دور هام جدا لأنه يعتبر أهل الخبرة في هذا الأمر طبعا لو أنا اتكلمت بقى في المحكمة جريمة سرق قدام حضرتك دلوقتي هي أهم الدفوع اللي أنا ممكن تكون هي في خيالي كده عشان قدر أطلع الشخص ده أولى مثلا من الجريمة لو هو فعلا مش سرق أو العكس لو أنا قلت عن المجنة عليه هل أنا دوري بيختصر عن الادعاء المدني ولا هل أنا دوري برضو ممكن أخش يعني كلية دفوع وأستدلب بشهود اللي هو الشخص ده هو السرق أو غير ذلك إزاي بيتكيف الواقع في المحكمة والله يا دكتور لو احنا وقفين أو حاضرين عن المتهم في عدة دفوع ثابتة في محاضر الصريقة أول دفع طبعا انتفاء أركان الجريمة ركن المادي وركن المعنوي لازم نحضر كويس قوي ونشوف نص المادة والتي قيادتها نيابة العامة والقد والوصف هاي طابق الواقعة التي تمت أملاه تمام وبنبتدي بقى ندفع بهذا الدفع ونشوف نص القانون ننزله على الواقعة ونطبق هذا الأمر هل هناك طوفر لأركان الجريمة من الركن المادي والمعنوي من عدمه تاني حاجة ممكن يكون فيه كايدية اتهام وتلفقه بمعنى أن يكون بين المجني عليه والجاني عدة قضايا الشاكل أو القضايا أخرى أه قضايا أخرى أو مشاكل فطبعا بيبتدي أنه هو يعمل يحرر بعض محاضر وده يقول أنه ضربني وده يقول أنه سرقني ومش عارس إيه عضو في النهاية كده إيه يعني بتبقى موضوع وفيه دفع برضو بتبقى فيه عدم وجود شهود في الواقعة عدم وجود الحرز يعني المتهمة ما تمسكش بالحرز التحريات اللي بتكون بها المباحث ليها دور في تكليف الوقع أو في إثبات الجريمة بالنسبة للشخص اللي هو السارع من عدمه ولا إيه جدية التحريات اللي هو بيقوم بها ضابط المباحث وخطورتها أو أهميتها في جريمة السارك ضابط المباحث طبعا في كل جريمة لازم تتطلب النيابة العامة بتحريات المباحث حول الوقع وصحتها من عدمه ويتوصل إليها ضابط المباحث في هذا الأمر لكن هي بيبقى ليها جدية أنا لو عن المتهم هقول لعدم جدية طبعا أكيد طيب فنف بعجلك سريع هل أضايا السرقة من الأضايا اللي هي جوز فيها التصالح ولا بتختلف لو كان من جناية لجنحة الفرق لا طبعا السرقة لا هي جوز فيها التصالح في أي درجة من درجاتها عدى 312 المنصوص بما بين الأصول والفروع فقط في أي حالة من حالة الدعوة يجوز لمقدم الشكوى أو المجن عليه أن يتصالح حفاظا على الروابط الأسرية هذه السرقة في النهاية ممكن لأنها أرفعها بطريق مباشر ولا لازم محضر في اسم الشرطة طبعا لا يفضل أنها تترفع في محضر في ديوان القسم أفضل علشان تبقى نيابة العامة هي الأصيلة وهي المتابعة لهذا الأمر طبعا يا فندم نحن نشكرك الوقت في التنامج نشكرك لحضرتك يا فندم على استضافاتك لنا وجودك معنا ونطلع فاصل ونرجع تاني أسكر ورجعنا تاني يا عزيزان مشاهدين بعد الفاصل ومع هنا الأستاذ أولاء وشركة زاس ممكن الأستاذ أولاء يعني يتعرفيني إن منتجات مع حضرتك أنا في الأول باشكر حضرتك طبعا باشكر برنامج أحنا شركة عناية منظفات بالمنزل موجودين تقريبا بأنها من 3 إلى 4 سنين قلما في السوق عندنا منتجات مقسومة قسمين شوية منظفات عندنا فنيك عندنا كمعين؟ يعني كل ما بيتعلق كده في الأسرة المصرية الحاجات النظافة للشخصية جنب نظافة البيت هذا الشاور جل بتاعنا ده في منه سن 6 أنواع رواح مختلفة ده الداوني الدو سوري زي الداوني بس أقوى وأرخص عندنا الزاس هاندووش السابون سائل لليدين عندنا المود مايكر ده معطر ده في منه برضه ست أنواع والزاس في منه سبع أنواع عندنا البلو ده سابون موعين عندنا الفنيك ويمكن هو منتج قديم شوية بالنسبة للناس بس هو لا غنى عنه في البيت ده ده أكيد طبعا عندنا كلور بأنواعه مختلفة ده دي الغسيل ممكن طبعا؟ اه في الغسلة اه الغسلة لوتوماتيك ولا الغسلة عادية بيستخدم في الاتنين عندنا حاجة جديدة اسمها قواة ثلاثية ده كلور تقريبا مفيش من منتج في السوق زيه هو معقم ومناعم ومنظف ده بيتحط على الملابس لا بيتحط في الغسلة ده ملابس عندنا بقى اختراع اسمه جلو ده موزيب دهون جلو ده يعني اختراع فعلا لأن ممكن أحكي لكم رجالة كده موقف شخصي حصل معي أنا قومة اشتغلت في الشركة خدت المنتج وجربته كان والدتي عندها قلاية قديمة جدا وكان اللون بتاعها غير خالص من كتر الدهون اللي عليه الجلو رجعها لي جديدة جميل ده من الحاجات اللي خليتني اشتغل في الشركة طب ممكن تقول لنا كده شركة زيه بقى ايه كده بقى انا تقريبا قلمس 4 سنين في السوق احنا مختلفين شوية عن المنتجات الموجودة يعني ممكن هكتسألني ليه اشتري ذاس لما انا ممكن اشتري حاجة تانين او حاجة انا عارفة بقى لي فترة احنا عملنا معادلة صعبة شوية المعادلة الصعبة انك تعمل منتج كواليتي بتاعته عالية معاه سعر رخيص احنا قلمست اسعارنا من 15 ل 30 جنيه ما بتزدش عن 30 جنيه ميزة المنتجات بتاعتنا احنا عندنا يعني مثلا المعطر حاجة اسمه البراند اسمه مود ميكر مود ميكر يعني صانع للمود احنا مش بنعمل روايح وخلاص احنا بتفرق معنا المود بتاع المستهلك هو فيه ست روايح مختلفة تماما كل ما بتشمه بيعملك مود معين طبعا انا بنصح طبعا السادة المشاهدين اللي هما يشتروا من ذاس طبعا العنوان فين احنا ممكن نتواصل احنا موجودين تقريبا في اغلب الهايبرد الكبيرة موجودين في الاونلاين موجودين في سوق موجودين في نون فيه كمان عندنا امكانية ان احنا ممكن نتواصل مع الرقم الموجود او صفحة الفيسبوك نواصل لغات البيت بالضبط كده اتمنى ان الناس تتجربوا في صفحة طبعا اكيد في الفيسبوك اه طبعا يفندم اه على الموقع الالكتروني طبعا اكيد موجود طبعا يا فندم انا ساعدت بوجودك انا ساعدت في كيفانتم وشرفت في دقائق طبعا يساعدنا فيه منتجات اكيد تانية في الشركة اه اكيد طبعا احنا مع بعض دايما اكيد طبعا انا بدعو الاستاذة المشاهدين للشراء طبعا من ذاس وبشكر الاستاذة الجميلة الاستاذة وولاء مرسي يا فندم مرسي يا فندم وشكر لحضراتكم في نهاية البرنامج عزائي المشاهدين اتمنى لكم ان تكونوا قد استمتعتم في هذا البرنامج وبشكر مرة تانية الاستاذة وولاء وانتظروني في الأسبوع القادم ان شاء الله تعالى وحلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة